منذ الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 تحولت البلاد الى ساحة حرب مفتوحة وميتان للنفوذ بين واشنطن وطهران التي لم تتدخر جهدا في فرض هيمنتها على البلاد عبر حزمة من الاحزاب والميليشيات التابعة لها صحيفة فاينينشل تايمز قالت ان ايران تستخدم العراق ساحة للتعبير عن سخطها بعد ان بالغت في تقدير رغبة الولايات المتحدة باحياء الاتفاق النووي حيث يلقى انهيار المفاوضات ترحيبا في الشرق الاوسط لاسيما في العراق ولبنان البلدين الذين يعانيان من نفوذ طهران وعنف الميليشيات التي تعمل بالوكالة عنها وتضيف الصحيفة ان هناك حديثا مستمرا في بغداد وبيروت بشأن مليارات الدولارات التي سيتم تحريرها لطهران اذا ما تم رفع العقوبات وهما من شأنه ان يعزز قوتها الصلبة والناعمة وبالتالي زيادة انشطتها التوسعية في المنطقة بعد ان تأثرت بالعقوبات التي فرضتها واشنطن خلال الفترة التي تلت انسحابها من الاتفاق النووي وبحسب فاينينشل تايمز فان الخطوة التالية لايران ردا على تعثر المفاوضات النووية ستكون في العراق لاسيما بعد ان واجهت الاحزاب المرتبطة مباشرة بنظام الحكم في طهران موجات من التظاهر المنددة بالنفوذ الايراني ورغبة عارمة بالخلاص من الميليشيات التي تعمل تحت مظلة الحرس الثوري ورغبة بنشر مزيد من القوة خشية انفراط عقد هيمنتها في العراق وفي ذات السياق تؤكد مجلة فورين بوليسي انه على عكس تظاهرات تشرين الشعبية عام 2019 والتي اندلعت نتيجة فساد النظام السياسي الذي ترعاه طهران فان العنف الذي شهده العراق مؤخرا بين انصار الصدر وميليشيات الاطار التنسيقي وضع احزاب العملية السياسية في مواجهة بعضها البعض وهو ما سيجعل ايران اكبر الخاسرين في حال استمرار الانقسام الحاد بين الطرفين المتصارعين